السلام عليكم ونحمة الله وبركاته. هنشرح مع بعض النهاردة ان شاء الله الجزء التاني من في يونت تو. الجزء التاني بيتكلب فيه اول حاجة على السكن اللي هي او القوة الكهرماغناطسية. نقول الكهرماغناطسية النهاردة عشان نعمل ان نشوفها ونستنتجها اكتر. ونعرف ان هي بيحصل لها اللي هو يعني دي بيتنتج من خلال ايه الهيه الهيه بيتنتج من خلال اه مرور طاقة او مرور طاقة من خلال سلك. طيب عشان نشوفها مع بعض هنشوف ده مع بعض على طول ان شاء الله اه نفهمها اكتر. ده عشان وقدمنا ع بعض الماتيريالز اللي هنستخدمها نشوف على طول مع بعض اول حاجة يبقى هنلف السلك على شكل حلزوني اه شون الفجرة يبقى بزي الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا هنلف السلك بشكل حلزوني على الانبوبة اللي هي اللي هي المفروض نمتوحها من الجانب اهن. اللي هي ودي كانت من ضمن الادواء التانية حاجة هنعملها اللي هو المعدن اللي معينا او اللي هو الحديد اللي هو او الحديد ده. برضو بالشكل اللي احنا شايفين قدامنا. تيارة خاطة مع هنا. يعني هنقرب اللي هو المعدن اللي هو معنا او مصمري المعدن اللي معنا لبرادة الحديد زي ما احنا شايفين رابع خطو. هنشوف مع بعض معنا. اول حاجة زي يعني اللي هو المصمري المعدن اللي معنا ده هيعمل او هيجذب الحديد زي يعني هنا بيقول لي ان المصمري المعدن ده او اللي معنا بيعمل كمغناطيس مؤقت لما التايير الكهرابي بيمر من خلال السلك. وبالتالي بنستنتج هنا هاز اماجنيتك افكت. يبقى ايطاير الكهرابي هنا ليه خاصية او تأسير معنا ديسي. يبقى هاز اماجنيتك افكت يعني الطيار الكهرابي ليه تأسير معنا ديسي. يعني هنشوف دراية التطبيقات على القوى الكهرامغناطسية. وعندنا الشكل الاولين اللي هنشوف دراية معنا او هنشوف مع بعض الكلام اللي موجود عندناها. اول حاجة. اول حاجة بتاعه. يعني هنا عندنا سلك حاس معزول ملفوف حوالين اه عمود من عمود من الحديد. زي فكرة اللي احنا شفناه اللي هو المصمار او المصمار المعدن على مصمار الحديد. الفكرة اللي هتعمله هنا ايه? يعني على طول كده بالمعنى الصريح ان احنا ما بنيجي نجيب المرة طيقة رابعة في السلك ده. العمود الحديد ده بيتحول ليه اه مغناطيس مؤقت. واول ما بيتقاط الطيار عن السلك النحاس ده بتروح الخاصية المعناطيسية من العمود الحديد. او بتغتفي او بيقدر الخاصية المعناطيسية بتاعته. وهنا نقدر نقول انه اه اه الاستخدمات بتاعته هنا يعني بتبقى في المعنى بيستخدم في رفع خردة الحديد والسيارات في الموايدي. تاني حاجة اللي هي الاجراس الكهربية. بعدين عندنا رقم اتنين او الدينامو دوا بيقعبار عن ايه بيهو او يعني بيحول اه الطاقة الحركية او الميكانيكية الى طاقة عالية قهربية. والمسائل عالية او هنا. ذا دينامو اللي هو الدينامو اللي موجود في العجلة. وده مثال عالية. نجب على the ناحية التانية الكترك مو تور. ده وم بيعمل ايه انتو او ميكانيكة ده بيقع بيحول الطاقة القهربية الى طاقة ميكانيكية. وهنا الامثال اللي معينا عليه او المسالة اللي عليه بيبعه موتور انافان اند اللي هو الميكسر اللي هو مطور المروحة ومطور الخلاط يا دول المثالين اللي معانا هنا ما ننساش الامثالة دي بتبقى مهمة جدا عشان لو جات في الاسئلة او اي حاجة نبعارفين نجابها ازاي بسهولة وده شكل بيوضح لنا تحول الطاقة في اللي هو المولد الكهربي والمطور الكهربي اللي الا الاول لكن لكن نيجب بعد كده بالتالت حاجة وهي او القوى النووية اول حاجة بيقول لي ان العالماء اكتشفوا ان الزرة بتبقى مختزنة اه طاقة ضخمة او كمية من الطاقة ضخمة جدا او كمية من الطاقة ضخمة بيبقى داخل النواة بتاعتها الطاقة دي بتبقى بتبقى تقريب تبقى مصحوبة بقوة بتعرف بي او القوى النووية دي بقى لنقدر نقسمها الحاجتين او نوعين ايه هم اول نوع اللي هي القوى النووية ولكن اللي هي الضعيفة دي بنستخدمها في ايه اول حاجة يعني عناصر عشان نصل على العناصر مشاعر وبتستخدم في ايه كمان او نصل منها على ايه كمان اللي هي الاشعاعات دي بقى بيمكن نستخدمها في ايه في اكتر من حاجة زي يعني في الدواء او في الاكتشافات العلمية او الابحاثة العلمية والصناعة اللي هي بلا انه اعتني ودي بتستخدم في تحرير يعني بتخرج او بتطلق طاقة نووية او اطلق الطاقة نووية دي بتستخدم في الاول حاجة اللي هي تستخدم في اكتر من حاجة اول حاجة بننتج منها طاقة كهربية تاني حاجة اللي هي الاغراض العسكرية ودي استخدمات ولازم نفرم بينهم وحتى هنا كمان بيقول لي ان مصر بتسعى ان هي تستخدم الطاقة نوية دي في انتاج الكهرباء طبعا بجانب الاشكال الاخرى من الطاقة يبقى وكده جزء تاني من الدرس الخلص اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وبازن الله ننزل بالدرس الجديد قريب جدا ان شاء الله ونشوفكم في فيديو قريب على خير بازن الله والمشتركش في قناة اشترك معنا ولايك وشير الفيديو عشان يوصل لناس اكتر وناس تسافد اكتر ان شاء الله ويبقى استفادة للجميع بازن الله واشوفكم على خير في فيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة